خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا جميعا صباح الخير أو مساء الخير أنا عز الدين وأنتم تشاهدون تعلم اللغة العربية مع زد كيف حالكم اليوم الأربعاء الأربعاء اليوم الأربعاء اليوم تجدين تستشعرون على اليوم الراقب اهي ارهي يقضى أن الأربعاء سيكون أهل دعنا أبدا نعرف ما أردنا معاقي في البرة القرية في النهاية مطافة أحد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا جميعا أنا عز الدين وأنتم تشاهدون أربعاء الزد كيف حالكم اليوم نقدم لدينا الأربعاء نحن المت Mang It We Go قبل أن تبدو هذا السبب ، أرغب أنك قادم نجال عذرك حقًا. لذلك لا أنكون في الأسنا. لذا سأرغب أكثر من هذه السبب ، لإقلاقك. لحقًا أنك قادمتكم بكثير من هنا في السابق ، ở هنا لا أستمع التقلق الأمر. إلتقل الآن سأرؤى الآخر. سأرغب الآخر ، سأرغب الآخر. إذا سأرغب الآخر ، فهذه table. قبة رelى أكثر أضفاقًا. ونحن لنبدأ لنبدأ في يوم في يوم تجدت صونيك وتريد أن تسأله عن اسمه كيف تسأله بس فقط تسأل لأنه يستطيع تسأل في أي وقت وتعرف إنه يستطيع تسأل لا نستطيع تسأله والسؤال سيكون ما اسمك ما اسمك ثم كيف سألتك تسأل ثم تسأل أنا اسمي صونيك أو اسمي صونيك أو أنا صونيك كلهم يستطيع تقول أنا اسمي صونيك أو اسمي صونيك أو أنا صونيك هذا كان المبدأ سألتك الآن سألتك سألتك الجولة واحد سألتك اختر الإجابة الصحيحة اختر الإجابة الصحيحة في هذه الم質ة سألتك سألتك الإجابة الصحيحة الكلمة هي واحد من ثلاث الكلمة هي واحد من ثلاث هي هنا سألتك واحد من ثلاث واحد من ثلاث واحد من ثلاث واحد من ثلاث ما هم سألتك بين اسم وفعل وحرف أو أسد وقط وكلب أو باتمان وسوبرمان وسبايدرمان اختر الإجابة الصحيحة اختر الإجابة الصحيحة هل تعتقد؟ سألتك سألتك لأنني سألتك الآن سألتك الإجابة أو الإجابة هي هي اسم وفعل وحرف سألتك الجولة إثنان سألتك ترجم هنا في هذه الم質ات سألتك أو ترجم ترجم هذه الثلاثة إلى اللغة العربية يوجد لدينا سيارتي سايارتك سيارتك سيارتنا حول الكلمة بين المذكر والمؤنث نحول الى المذكر اذا كان لدينا معلم، شرطية، ولد الى المذكر تذكر المذكر المؤنث ستكون معلمة شرطية في المؤنث في المذكر ولد في المذكر في المؤنث بنت هنا لا يوجد كثير من المذكر لأننا نعرف بنت بنت مؤنث فمال لذلك يعني جر الآن الجولة أربعة صف الصورة باستخدام حروف الجر في هذه المؤنث لدينا هذه صورة وهي صورة لأننا نعرف كيف تصبح مثنى أو هذه مؤنث عندما تصبح تحتاج إلى حروف الجر تعتقد الآن سأعجب الآن الصورة الأولى الأولى القلم في الحقيبة كما قلنا يحتاج إلى حروف الجر القلم في الحقيبة الحقيبة The second صورة is الكتاب على الطاولة الكتاب على الطاولة Round five الجولة خمسة أكتب سؤال لهذه الإجابات أكتب سؤال لهذه الإجابات So we will have إجابات we will have answers we need to make سؤال a question الإجابة الأولى the first answer اسمي محمد اسمي محمد so here you have to think what you are asking about and how to make this question الإجابة الثانية the second answer أنا بخير شكرا أنا بخير شكرا الإجابة الثالية or the third answer أنا في البيت أنا في البيت you can pause the video now to answer if you want the translation of the answers I will say the translations right now but it's better to answer before listening to the translations the first one اسمي محمد my name is محمد second one أنا بخير شكرا I'm fine thank you third one أنا في البيت I am in the house or I am in the home think first what is the main thing in the answer so this thing is what you are asking about then try to form the question the first question will be ما اسمك ما اسمك second question كيف حالك كيف حالك third question اينا انت اينا انت in كيف حالك and اينا انت I didn't put حركة on ك or ت because it can be كيف حالك or كيف حالك it's the same and both of them will have the same answer أنا بخير شكرا or أنا في البيت also اينا انت it can be اينا انت or اينا انت so if you answered اينا انت or كيف حالك these questions are correct and if you said كيف حالك or اينا انت with كسرا it is correct also now let's go to round 6 الجولة 6 اختر الاجابة الصحيحة we have options we need to choose الاجابة الصحيحة for the suitable ism ishara so the first one we have هاذا أو هذه for كتاب second one we have ذالك أو تلك for كرة third one we have هاذان أو هؤلاء for معلمون pause the video and think because now i will answer the first answer will be هذا because كتاب is mudhacker and هذا is ism ishara for mudhacker second one will be تلك because كرة is muanath and tilka is ism ishara for muanath third one for معلمون we will use هؤلاء because هؤلاء is for جمع plural and هاذان for مثنى and in معلمون we have وون in the end so it is جمع جمع مذكر now round seven الجولة سبعة ضع الكلمة في المجموعة المناسبة ضع الكلمة في المجموعة المناسبة in this question we have these three groups we have جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم and جمع تكسير and here we have these words معلمون معلمات مهندسون طاولات مدارس ملاعب all of these are in جمع so you will not confuse between جمع and مفرد معلمون you know the meaning معلمات you know the meaning مهندسون means engineers طاولات it's جمع of طاولة I want you to remember مدارس جمع for madrasa ملاعب جمع for ملاعب ملاعب is playground and it can come also for stadium and ملاعب is جمع of ملاعب so now pause the video and think each word will be in which group the answer is الإجابة here معلمون will be جمع مذكر سالم it ends with ون as you can see معلمات it will be in the group of جمع مؤنث سالم it ends with مهندسون will be in the group of جمع مذكر سالم طاولات will be in the group of جمع مؤنث سالم مدارس is under جمع تكسير ملاعب is under جمع تكسير round number eight will be حول الكلمة إلى المثنى والجمع if you remember in round three we said حول means change now حول means convert so حول will have both meanings to change or to convert in this question we have these two words in مفرد form we need to change it to مثنى form after that to جمع form remember how can we change or to convert the word from مفرد to مثنى and to جمع here we have صادق and طبيب pause the video and think because now I will say one hint the hint is صادق is مذكر طبيب so it is مؤنث now think again after this hint and now I will say the answer the answer is صادق will be صادقان صادق مفرد صادقان مثنى صادقون جمع مذكر سالم or جمع مذكر صادق مفرد صادقان مثنى صادقون جمع for the another word we have طبيبة it will be طبيبتان because it is مؤنث طبيبتان and for جمع it will be طبيبات طبيبات صادق is someone who is always saying the truth or an honest man طبيب is a doctor now we have round number 9 الجولة تسعة املى الفراغ بالمضارع والمستقبل we have these sentences the right side is in المضارع left side is in المستقبل we have احمد فراغ or blank كرة القدم and مريم فراغ الكتاب and نحن فراغ إلى المدرسة these are the three sentences under المضارع and under المستقبل they are the same sentences in the right in red squares we have لعب قرأ ذهب we need to change these verbs in المضارع under المضارع and in المستقبل under المستقبل just convert the verb to the suitable form according to the noun or pronoun and according to the tense pause because now I will answer لعب in المضارع it will be يلعب or ألعب or نلعب or تلعب this is the present tense المضارع but because we have أحمد which is third person for مذكر أحمد is a name when I mention a name it's like when I say he so أحمد is like هو so it will be أحمد يلعب كرة القدم في المضارع في المستقبل it will be أحمد سيلعب كرة القدم مريم فراغ الكتاب we have قرأ so in المضارع it will be مريم تقرأ الكتاب مريم تقرأ الكتاب it's also the third person pronoun but here it's for female مريم she هي so مريم تقرأ الكتاب or مريم ستقرأ الكتاب in المستقبل then we have نحن فراغ إلى المدرسة it will be نحن نذهب إلى المدرسة in المضارع in المستقبل تلبي نحن سنذهب إلى المدرسة with the pronoun نحن we use ن الجولة عشر round ten حول إلى صيغة النفي حول إلى صيغة النفي so we have جملة مثبتة we need to change it to جملة منفية or جملة نفي we have these two sentences هذه وردة وا اقرأ كتاب الآن we need to change it to جملة منفية or جملة نفي pause the video to think because now I will give a hint so the hint is first thing we will find the word whether it is noun or verb in the first sentence we want to make the negative for the noun in the second sentence it's verb then we will see in the first sentence is it masculine or feminine and in the second sentence we need to know the tense of the sentence pause the video and answer now so the answer is the first one will be هذه ليست ورد هذه ليست ورد for the second sentence it will be أنا لا أقرأ كتاب الآن or just لا أقرأ كتاب الآن I just added أنا to make it easier to connect between أنا and أقرأ but you can use أنا or you can just delete أنا لا أقرأ كتاب الآن or لا أقرأ كتاب الآن and now we drowned no no we finished the post level and the test for this level and as we said in the test of level 1 if you have mistakes just go back to the lesson before continuing to the next level next video as you know by now will be replying to your comments under this video in YouTube or Facebook thank you for watching شكرا على المشاهدة see you soon إلى اللقاء